نرحل الخبر الثاني وهو كرة السلة كرة السلة منتخب مصر عنده الويندو القادم يعني ايه ويندو ويندو يعني نافذة بس هي في الاتحاد الدولي لكرة السلة بيسمي الدورات المجمعة ويندو اول دورة مجمعة عشان المنتخب يتأهل لكأس العالم اللي جاي ان شاء الله في اخر نوفمبر يوم 25 انا اسفي فبراير اللي احنا فيه 25-26-27 هتتلاعب فين في السنغال وهقول لكم مجموعتنا ده طبعا الكوتش الجديد الكندي صاحب او مدير فني منتخب كندا اللي فاز هنا منتخب الشباب فاز بكأس العالم في المبرانة النهائية في مصر 2017 وكان ماسك منتخب كندا وفاز على امريكا في الفاينال روي رانا وهو جي من يومين وانتظم الفريق في برج العرب انتظم الفريق بالتدريب في برج العرب وعشان يبتدوا رحلة الاستعداد للويندو الاولانية طيب انا عايز اتكلم شوية في الويندو ومجموعتنا والمجموعة اللي رد عليها واللعيبة الخبر اللي عايز اقوله انه هو ضم سمع العيبة من نادي الاهل ضم سبع لعبين في نادي الاهل لما كانوا طبعا ايهاب امين وعمر طارق واحمد اسماعيل وعمر الجندي وعمر عزب وسيف سمير واحمد حمدي اربعة كانوا موجودين في بتوط افريقيا اللي فاتت وتلاتة زاد عليهم اللي هو احمد اسماعيل وسيف سمير واحمد حمدي دول السبعة اللي الاتحاد مش الراجل الراجل لسه ما شافش الخواجة لسه ما شافش اللعيبة بشكل يعني يعني شكل في دي تيلز او في تفاصيل هو اتقاله ان دول احسن لعيبة فده تجميع المنتخب الجميل بقى في الراجل اللي اللي عايز اقف عليه لانه لما حضر تمرينة المنتخب اللومبي الاتحاد السلة عمل حاجة حلوة عمل منتخب الكبير وعمل حاجة اسمها منتخب اللومبي لان كمية اللعيبة اللي طلع من تحت كمية اللعيبة اللي طلع من تحت في الاندية كتير وكويسين وشالين مع الدرجة اقولها مرعبة انا بقول مرعبة يعني في النادي الاهلي عندنا مجموعة كويسة جدا يمكن اكترهم او تركزهم في النادي الاهلي في الاندية التانية فيه فالراجل لما حضر تمرينة المنتخب اللومبي قال لا ده فيه ست لعيبة أنا عايزهم في المنتخب الكبير والمواقف ده حصل معي أنا شخصية أنا العبد لله اللي قد قدامكم سنة سبعة وتسعين كنت بتجمع مع منتخب أولومبي وكان عايز بس أوريكم الرؤية إن المدرب بيبقى ليه رؤية مش بس السن هو عنده الأداء فكنا متجمعين في سبعة وتسعين وكان مسكنا مدرب أمريكاني اسمه مارف كيسلر وكان رئيس الاتحاد وقتها أو حينذاك المرحوم العظيم كابتن محمود أحمد علي وكنت بتمرن مع منتخب الشباب والراجل الأمريكي كان ماسك منتخب الكبير وكان منتخب الكبير بيستعد ليه بطولة أفريقيا في السنغال بالمناسبة بنفس الموقف السنغال برضو دكار السنغال سبعة وتسعين وكنت أنا متجمع مع منتخب الشباب اللي عنده كاس عالم في أستراليا حضر تمرنة قال أنا عايز أربع لعيبة من منتخب الشباب فكابتن محمود قال له يا مستر مارف هم عندهم بطولة كاس عالم قال أنا لو ما جبتش الأربعة دول والمناسبة أقول لكم الأربعة دول ميل الأربعة دول هايز أم السعيد كيدار هندوي إسماعيل أحمد طريق الغنان آه أنا جيل إسماعيل أحمد فالأربعة دول طلبهم المنتخب الشباب قال أنا مش هروح أعمل حاجة في دكار اللي أم أخذ الأربعة وكأن التاريخ بيعيد نفسه سنة عشرين اتنين وعشرين بيجي مندير فني كندي ويتفرج على منتخب الشباب ويطلب ست لعبين من نصبنا من ست لعبين دول اتنين لعيب عمر زهران وعبد الله ناصر هتقول لي الله يا كابتن هم إزاي ما اتخذوش المنتخب الكبير هو ده اللي بقول لكم عليه هم لعيبة تستحق تلعب في المنتخب الكبير شباب ينقصهم خبرات هيكتسبوها ولكن هو شايف إن اللعيبة دي تستحق وفي أربع لعيبة تانية من أندية أخرى هجيبهم لحضراتكم من سبورتينج والجزيرة ويعني في مجموعة من لعبين ومن سموحة لما أعتقد في لعيبة من الأربعة تانية بس هو خد ستة اللي يخص نادي الأهلي عمر زهران وعبد الله ناصر اللي أنا كنت شايف إنهم من أول يوم يستحقوا الانضمام للمنتخب الكبير ولكن دايما هم يعني سبحان الله بتلاقي حتى الكتشات النكحين برا لي وجهة نظر هو شايف حاجة معينة اللعيب ده هيديله حاجة فهو ما اختروش يعني من فرق طيب أنا جبت لحضراتكم كواليس المؤسكر واللي حصل وهم بيتمرانوا دوقتي على فترتين وهو بدأ يشتغل بس معهوش لعبة نادي الزمالك لعبة نادي الزمالك مش موجودة لها عشان عندهم بطولة كأس العالم الانديه او انتر كنترينت الفيبة اللي هتتلعب في مصر 11 و 12 و 13 فبراير بعد البطولة هينضموا للمؤسكر يعني هو أصلا يعني هقول لكم الأسعاب يوسف رفعت ده من سبورتنج عمر إهاب من المصري الاتصالات معاز أيمن زمالك خالد عبد الناصر طنطة دول الأربعة لعبة التانيين اللي خدوا الأربعة لعبة التانيين اللي خدوا بالإضافة عمر زهران و عبد الله ناصر يعني فيه اتنين لعبة من نادي الزمالك عشان كده أقول لكم النادي الأهلي عنده القدر الأكبر من اللاعبين اللي طلعين ومحمود وليد ومؤمن طريق خيري وعندك بودي حسام اللي طلق عارة يعني عندنا لعبة يعني حتى يوسف المعداوي اللي موجود دلوقتي هو أصلا صغير في السن